الفرصة اللي خدها كابتن حسام البدري مع المنتخب الوطني شايفها ازاي؟ وقال شايف انه في ظل السيزن احنا بكلم انه اخر ماتش لعب المنتخب من سنة فاتت الله مقدر اعايد لا عشان برضو من ازلنش مقدرش ازل مع حسام في الكوفيد دي اي وعدم لمه الفرقة واللي بيجيله بياخده مش عشان حسام انا شهادتي مجروحة مع حسام انا اي انما انا كحسام لمبعد معا بتكلم معي زمان عايد في ناس جدير يعني بتحمل كابتن حسام مسؤولية ال ولا ليه حسام في القصة دي خالص ده اللي اللي الدهوله ابتدى يطلع فيه ده كويس انه فكر في احمد زيزو يلعب مكان معامل صلاح ناع تليمين وحطم الصفى محمد كل الدنيا كانت مراهن انه هيحطه كوكا اللي هو واخد الدوري ومكسر الدنيا في اليونان يعني الراجل تبع الحالة بيشتغل اللي حيفيده الصغر السن اللي تطعيم مين قال انا بفتوح حاله تنصحوا بايه؟ يعني لو كابتن حسام بيسمع نصاحتك دلوقتي تحب تقوله يشيل المصلحته هو بقى والاسمه خدت بالك العناصر اللي هي مع الطلال عايز شوفين في المنتخب في ماطش عايز شوف فرقة شوق غريب بحلوها ببابا غنجها بوحشها بكله دي ولاد مع بعض معصورين كده سرعة عندهم الروح ده كذبه فرق قوي جدا انا مكتش مسدق بصراحة انا اللي شوفته ده برجعني خدت بالك للأصالة اللعيب المصري وسرعة اللعيب المصري انا من زمان وانا انا على ايام انا كنا كلنا سرعة الفنيات جات مع حسن شحاتها والجوزيء يعني الباسو اللي بتاعه والوان تو الحاجات البيئة والتكوين احنا كنا سرعات في ثانية انا عايزين نروح على منطقة الجزائر الخصم يعني الحالتين دول مش متوافر منهم اي حاج خالص في المنتخب اللي انا بشوفه ده فانا مش حاجة انا حامل اجيري بس مش حامل حسان بدري دلوان في الكوفيد كمان انا عايز بقى لعي الكور يعني انا طول عمري بحس كده وبسمع من نجوم منتخب مصر في مختلف الاجيال انه اللعيب مجرد ما يلبس تيجر بتاع منتخب مصر كده هو شاهل مسؤولية منتخب هو حاسس انه مسؤول عنه يرفع اسم البلد دي وانه يفرح الميت مليون دول هل بتشوف انه اللعيبة دي عندها نفس الاحساس يعني او اغلبهم عندهم نفس الاحساس عندهم مشاكل كتير قوي عندهم لعيبة عادة لقطات امبارح اللعيبة نفسها اللي هي وصلت للتيشيرت الاحمر اللي تلعب امبارح المنتخب مصر او الاخدر عندهم هم مشاكل اصلا بيدوروا على اللي بيبحث عن احتراف واللي بيبحث عن بطولة جاية ووجود ومركز في حتة تانية ما كانش فيه تركيز في المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي اهتمام المنتخب ما خدش اهتمام مباراة لقاله زمانك اللي جاية دي بطولة بقى حقرية بيلعبوا على اعتابها كله بصص لها بس فيه فرق كبير جدا بين بطولة الناس عاشت مشوارها طويل جدا يا كابتن شريف عاشته بلحظة بلحظة فرحت فيه كل مرحلة من مرحلة تانية لغاية لما وصت لآخر المشوار فطبيعي جدا تبقى الناس عايشها البطولة لكن انت ما تيجي تكاميه عدس فايكاس افريقيا الناس مش فاكرة ان احنا لعبنا جزر القمر ولا عمنا كام نقطة ولا ترتبنا كام في المجموعة فيه فصلة جبيرة جدا حصلت في المنتخب فالمقارنة في العالم كله والله لكن مالوش علاقة بفكرة لانه فيه ناس للأسف دستت على الحتة دي